بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أرحبكم أبناء الطلاب الصف الأول التأهيلي في مادة ترياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية موضوع درسنا إن شاء الله لهذا اليوم جمع الأعداد العشرية إذن سوف نتعرف إن شاء الله على طريقة جمع الأعداد العشرية وكذلك الأعداد العشرية وكذلك الأعداد الصحيحة من خلال درسنا إن شاء الله لهذا اليوم أهداف درسنا إن شاء الله أن يعرف الطالب العمليات الحسابية وجمع الأعداد العشرية أيضا أن يكتب الطالب بعض الأعداد العشرية وأن يوضح الطالب الخطوات المتبعة في جمع الأعداد العشرية وكذلك أن يحل بعض المسائل التي تحتوي على الأعداد العشرية وأيضا يستخدم الآلة الحاسبة في حل بعض الأمثلة للأعداد العشرية إذن نعرف أبناء الطلاب الأعداد العشرية ما هي الأعداد العشرية إذن هي كل الأعداد التي تحتوي على الفاصلة إذن جميع الأعداد التي تحتوي على فاصلة هي أعداد عشرية إذن جميع الأعداد التي تحتوي على فاصلة أعداد عشرية مثال لدينا هنا 14.37 إذن هذا الرقم عشر لماذا؟ لوجود الفاصلة وأيضا لدينا هذا الرقم 1.3 كما نشاهد الفاصلة هنا بناء الطلاب إذن هذا عدد عشري نقوم بكتابة رقم آخر 2.5 كما تشاهدون الفاصلة إذن هذا رقم عشري إذن نميز الأعداد العشرية بوجود الفاصلة إذن نميز الأعداد العشرية بناء الطلاب بوجود ماذا؟ بوجود الفاصلة العشرية 5.2 إذن كما تشاهدون الفاصلة اللي دي هنا إذن الفاصلة في الأعداد العشرية إذن هي الأعداد اللي تحتوي على ماذا؟ على فاصلة عندما نشاهد الفاصلة نعرف أن هذا عدد عشري عندما وجود الفاصلة نتعرف على العدد بوجود الفاصلة وهو من الأعداد العشرية إذن قسم العدد العشري إلى جزئين؟ من قراءة العدد العشري نقرأ أولاً الجزء الصحيح هذا هو الجزء الصحيح 14 ثم الفاصلة هذه هي الفاصلة بناء الطلاب ثم الرقم العشري 37 إذن قرأت هذا المثال 14.37 إذن بناء الطلاب كما ذكرنا الأعداد العشرية هي الجميع العدد التي تحتوي على ماذا؟ التي تحتوي على الفاصلة التي تحتوي على ماذا؟ تحتوي على الفاصلة عندما نشاهد الفاصلة نعرف أن هذا عدد عشري في النشاط الأول بناء الطلاب أوجد الناتج متبعنا الخطوات التالية سوف نتعرف إن شاء الله من خلال هذا النشاط على جمع الأعداد العشرية سوف نتعرف إن شاء الله هذه الخطوات نقوم باتباع هذه الخطوات لجمع الأعداد العشرية باستخدام الآلة الحاسبة يحضر الطالب الآلة الحاسبة وبمساعدة ولي الأمر يقوم الطالب بهذه الخطوات التي أمامنا لنحصل على طريقة جمع الأعداد العشرية إذن بمساعدة ولي أمر الطالب يحضر الطالب الآلة الحاسبة نتبع الخطوات ونحصل على ناتج هذه العملية الحسابية لجمع الأعداد العشرية إذن الخطوة الأولى بناء الطلاب ادخل العدد الأول في الآلة الحاسبة يقوم الطالب بيدخال الرقم الأول في الآلة الحاسبة إذن العدد الأول كما شاهدون فاصلة 52 نقوم بيدخاله في الآلة الحاسبة فاصلة 2 5 نقوم بيدخاله في الآلة الحاسبة الخطوة الثانية بناء الطلاب ادخل رمز العملية المناسبة في الآلة الحاسبة إذن نقوم بإدخال علامة الزائد كما تشاهدون هنا في الآلة الحاسبة الخطوة الثالثة ادخل العدد الثاني ما هو العدد الثاني؟ أحسنتم فاصلة خمسون الخطوة الرابعة علامة اليساوي نشاهد علامة اليساوي هنا علامة اليساوي إذن هذه أبناء الطلاب هي طريقة استخدام الآلة الحاسبة لجمع الأعداد العشرية نقوم بتطبيق الخطوات يحضر الطالب الآلة الحاسبة بمساعدة الأمر الطالب يقوم بهذه الخطوات نعيد الخطوات مرة ثانية شباب ادخل العدد الأول ما هو العدد الأول؟ أحسنتم فاصلة اثنان اثنان خمسة الخطوة الثانية علامة الزايد أحسنتم وعلامة الجمع إذن هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة ادخل العدد الثاني في الآلة الحاسبة فاصلة خمسون الخطوة الرابعة ادخل رمز اليساوي في الآلة الحاسبة لنحصل على ناتج هذه العملية فاصلة خمسة وسبعون إذن هذه بناء الطلاب هي الخطوات لجمع الأعداد العشرية باستخدام الآلة الحاسبة ضع دائرة حول الأعداد الصحيحة كيف نفرق بين الطلاب بين الأعداد العشرية وكذلك الأعداد الصحيحة كيف نفرق بين الأعداد الصحيحة وكذلك الأعداد العشرية أحسنتم إذن من خلال وجود الفاصلة عند مشاهدة الفاصلة هذا رقم عشري عدم وجود فاصلة عدد صحيح هذا النشاط ضع دائرة حول الأعداد الصحيحة هذا النشاط ضع دائرة حول الأعداد الصحيحة إذن لديه هنا الرقم 19 إذن لا يوجد فاصلة إذن هو من الأعداد الصحيحة أقوم بوضع دائرة حول هذا العدد الرقم 5.3 إذن نشاهد هنا وجود فاصلة عشرية إذن هذا العدد عدد عشرية نقوم بوضع دائرة على هذا العدد المطلوب الأعداد الصحيحة المطلوب هنا أعداد صحيحة بقي الرقم 23 إذن من الأعداد الصحيحة لعدم وجود فاصلة لعدم وجود الفاصلة النشاط الثاني بناء الطلاب ضع دائرة حول الأعداد العشرية إذن نضع دائرة هنا حول ماذا؟ حول الأعداد العشرية ضع دائرة حول الأعداد العشرية كيف نتعرف على الأعداد العشرية؟ أحسنتم إذن من خلال وجود فاصلة عندما شاهدت الفاصلة يتم التعرف على العدد العشرية من خلال وجود الفاصلة من خلال ماذا؟ من خلال وجود الفاصلة كما تشاهدون لديها هذا الرقم 6.2 شاهد الفاصلة إذن لدي هنا عدد عشري أقوم بوضع دائرة حول هذا العدد الرقم الثاني نقرأ هذا الرقم ثمانية فاصلة سبعة ثمانية فاصلة سبعة إذن من الأعداد العشرية لماذا؟ لوجود الفاصلة لوجود الفاصلة الرقم الأخير خمسة وتسعون هل يوجد فاصلة؟ إذن لا يوجد فاصلة إذن هذا الرقم من الأعداد الصحيحة إذن منها الطلاب تعرفنا على الأعداد الصحيحة وكذلك الأعداد العشرية كما ذكرنا وجود الفاصلة يعني عدد عشري إذن هذه هي الفاصلة كما تشاهدون هنا باللون الأخضر إذن هذه هي الفاصلة العشرية عند وجود هذه الفاصلة فأني أعرف أن هذا العدد عدد عشري عند وجود الفاصلة كما تشاهدنا الطلاب نتعرف على هذا العدد من خلال وجود الفاصلة إذن هذه الأعداد العشرية وكذلك الأعداد الصحيحة تعرفنا عليها في هذا النشاط من هذا الطلاب ووجد ناتج 2.3 زائد 1.25 نقرأ الرقم 2.33 زائد 1.25 إذن نقوم بإيجاد ناتج هذه المسألة باستخدام الآلة الحاسبة باستخدام الخطوات التي ذكرناها ما هي الخطوات؟ أحسنتم باستخدام الآلة الحاسبة ادخل الرقم الأول ما هو الرقم الأول الذي أديه هنا؟ أحسنتم 2.33 إذن نقوم بإدخال هذا الرقم الخطوة الثانية علامة ماذا؟ علامة الزائد أحسنتم علامة ماذا؟ علامة الزائد كما تشاهدون هنا خطوة الثانية علامة الزائد الخطوة الثالثة الرقم الثاني 1.25 الخطوة الأخيرة والخطوة الرابعة علامة اليساوي نحصل على ناتج هذه العملية باستخدام الآلة الحاسبة إذن الخطوات التي تعلمناها بين الطلاب وأيضا سوف نتعلم إن شاء الله طريقة جمع الأعداد العشرية بدون استخدام الآلة الحاسبة بالطريقة الرأسية كما تشاهدون طريقة الجمع العيدية ولكن لدينا هنا كما تشاهدون الفاصلة مهم يا شباب الفاصلة تحت الفاصلة دائما رتب الأرقام وكذلك الفاصلة تحت الفاصلة الأعداد الصحيحة مع بعضها البعض وكذلك الفاصلة مع الفاصلة إذن كما تشاهدون لديه هنا باللون الأحمر أعداد صحيحة نقوم بترتيبها مع بعضها البعض الفاصلة مع الفاصلة وكذلك الأعداد العشرية رتبها مع بعضها البعض الجزء من 10 وكذلك الجزء من 100 نقوم بترتيبها ونقوم بطريقة الجمع العيدية نقوم بطريقة الجمع ماذا؟ العادية إذن نحصل على ناتج 3.58 نقوم بطريقة الجمع العادية 3 زائد 5 3 زائد 5 أحسنتم 8 إذن 3 زائد 5 3 زائد 5 يساوي 8 وأيضا 3 زائد 2 2 العشرية الجزء من 100 وكذلك الجزء من 10 مع بعضها البعض نحصل على ناتج صحيح بطريقة الجمع العادية نتعرفنا بناء الطلاب في هذا الدرس على طريقة جمع العداد العشرية وكذلك التعرف على العداد العشرية وكذلك على العداد الصحيحة ونشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته